هاخدك بقى على الهدنة معلش على طول قبل ما ابدأ الاخبار بتاعتنا هاخدك بس على الهدنة سريعا كده لسه مفيش من ساعة تقريبا ولا ساعة وشوية اظم يعني كان هارتزوج اللي هو رئيس الدولة في اسرائيل كان عامل مقابلة مع وولف في CNN ولاحظ ان وولف يعني متشدد التشدد يعني صهيوني قح يعني يعني البعض كان يقولك بس لاري كينج برضو بتضغى عليه يهودييته لاري كينج الله يرحمه جنب وولف ملاك بجنحين ملاك حقيقي يعني صلكم تحب اللاري كينج جاء مهم يعني فعمل لقاء مع وولف وكان بيتكلم على الهدنة ده طازة لسه يعني من شوية فبيتكلم مع وولف وكانه الكلام على الهدنة فكان الرد بتاع هارتزوج يعني وولف بيسأله هل انت متوقع انه يتم تمديد الهدنة فطبعا هارتزوج الحقيقة وان كان هارتزوج مهواش مهم يعني جوه اسرائيل تعرف المهم دايما هو رئيس الحكومة انك زي بنيمين نتنياه وبني فهارتزوج قاله الحقيقة انه احنا مش ضد الهدنة بس احنا حطينا شرطنا طبعا انت اخد الكلام ده وهترميه في البحر بعد شوية هقولك ليه حطينا شرطنا واحنا حطين الشرط بتاعنا انه يتم اخراج كل يوم عشرة من الاسرة لحد ما ينتهو تماما فولف بيقوله طب وبعد ما انخلط خلصوا كل الاسرة ويرجعوا مرة تانية على اسرائيل قاله خلاص تبقى الهدنة خلصت واحنا عندنا هدف واضح هو القضاء بالكلية على المقاومة والقضاء على حماس فانا تقعد تفكر اسطورة الاسرائيل الشائل عفريت يعني لو قاعد كده ولبس النظارة المدورة وبتاع الساعات كده كنت تشوفها ساعات في بعض الافلام والمسلسلات يعني ما حبش المشاهد ده خلص يعني يعني طنمية اليهودي في حالة غريبة كده مهم سيبنا كلام فاضي يعني وانه هو شائق وصايع وعفريت ومكار وعارف كل حاجة والللي والطرللي واي تجميع محلي وكل الكلام الفاضي ده لا ده كلام عبيض ده كلام سازج يعني لما انت تطلع علىنا تقول اصلاحنا هنكمل في الهدنة بتسليم عشرة كل يوم لحد ما يخلصوا بس هنكمل بقى بعدها ضرب وهنقضي على المقاومة وهنقضي على حماسة فانت متخال ان حماسة تقولك ايوا بس كده ميت فل خلاص يلا خد كله بقولك ايه احنا لسه هنقعد يوم ولا اتنين ولا عشرة ايام ولا حتى عشرين ما تاخدهم دلوقتي واضربني بكرة في تخبط جوه الشارع السياسي الاسرائيلي لو صح التعبير في تخبط جوه دائرة الحكم اذا صح التعبير وان كان هدزج مش جزء من دائرة الحكم مواش جزء رئيسي يعني وجزء هامشي جدا في دائرة الحكم لكن اصبح في هناك تخبط فقراء السياسيين الاسرائيليين وما الى ذلك وهقولك من دلوقتي الهدنة هتمدد هتمدد ووقف اطلاق النار ان شاء الله هيكمل طيب هل ده معناه ان الحرب انتهت لا لا الهدنة هتمدد وهتحصل منوشات ليه الاسرائيليين قدامهم تلت طرق قدامهم تلت طرق علشان في انها خلص من يمين نتنياهو وهذه الحكومة الوحشية لازم يقف قدام الداخل والرأي العام بتاعه لازم يقف قدامهم يقولهم حاجة يعني ايه انت انتصرت ولا ما انتصرتش طب ايه دليلك على الانتصار طب عارفت تجيب حق العياء انتعارف الجملة دي فلازم يرجع لهم مثلا بجسامين قيادات المقاومة ان شاء الله ما يقدرش انه يحصل بس ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تهمد الرأي العام الداخلي بتاعه وتدي احساس بانه يعود اليهم ريتشارد قلب الاسد يعني منصورا هلحط بينا في الغابات والعجائز امامني ران المدفقة ينتظرونا بين يميننا تانياهو وده صعب قوي انه يحصل ولا نتمناه انه يحصل الحل الاخر اللي يبقى مرضي للداخل السياسي الداخل الاسرائيلي وللمعارضة الاسرائيلية انه طيب انت تخش تجيب لنا الاسرة بتوعنا بس مش بالتبادل تخش تجيبهم بالعيال بقى اللي لابس الخوز والمموة وملغمط واش رسود والخوزة معتمة ومش باين منه حاجة عيال اللي هم ايه يعني كوماندوس كده فرقة والعالة تيجي وفي حراسة قواتهم مبتعة ولا اتمنى برضو ان ده يحصل وبالمناسبة شديد الصعوبة خلي بالك كل اجهزة الامن الاسرائيلية التي بتلف حوالين نفسها الاسرة بخبيينهم فين كله بيلف حوالين نفسه مخبيينهم فين وبيخرجوهم ازاي من غير ما نرسل طريقة الخروج الحل التالت هو ما تريده مصر هو ما تريده مصر وتصر عليه مصر وتلعب لاجله مصر تلعب اورقها بهذه الطريقة اللي هي ايه عاوز الكل يرجع لرأيه العام هادئ يبقى نقعد على الترابيزة ترابيزة ايه يا فنن؟ ترابيزة المفاوضات على اساس ايه؟ حل الدولتين حل الدولتين ايه على قبل 4 يونيو 67 فبكده تقدر ترجع للرأي العام بتاعك تقدر ترجع للمعارضة بتاعتك يسار الوسط اللي اصبح بيتكلم دلوقتي ويهود براك فاكرينه بتاع زمان بتاع حزب العمل انه اسرائيل من الممكن ان تكون دولة امنة ولا يتم توجيه لصواريخ ولا ضربات ولا اسرى ولا 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 في حالة واحدة بس حل الدولتين على الاساس والرؤية والمقاربة المصرية فقط لا غير ترجمة نانسي قنقر